قروض لا ربوية مطابقة للشريع الإسلامية سيطلقها القرد الشعب الجزائري نهاية السنة الجارية هذا ما أعلن عنه الرئيس المدير العام لذات البنك مؤكداً أن هذا التوجه يترجم إرادة سلطات العمومية في اعتماد منتجات مالية إسلامية تسمح للزبائن الراغبين في الاستفادة من مثل هذه الخدمات المصرفية نحن مشروع يطلق القرد الإسلامية فيها مشروع في البنك لانطلق وإن شاء الله نحن درنا إشيانس آخر سنة 2018 سوف نعمل مع ديز إكسبيات إنترلاشيوني ونساعد لتعامل المصرفين وبخصوص تراكم غرامات التأخير المستحقة للبنك قال المدير العام للبنك أن هناك إمكانية لتقليصها أو حتى إلغائها إذا ما قررت وكالة لونساج أو لكناك ذلك بعد مباشرة تحقيقاتها مع إداع المقاولين الطعون في هذا الإطار حيث تم تمديدها إلى غاية 30 جوان 2018 يكون هناك إجراء يكون إن شاء الله ناس لديها مشاكل يكون لديها مشاكل يكون فيها تدخل تعلق الأجنس كناك الأجنس أنساج إستراء يأخذوا الملف هم يتصرفوا أنه يدروا فيزيت يشوفوا لك الماتيريال كين يشوفوا بلير أكتيفيتي كين كل مشاكل هم يدروا لنا تقرير وإن شاء الله يكون فيها إجراءات هذا وقد استعان البنك بمكاتب الدراسات لمصاحبتها في العملية التي تسمح بضمان خدمات مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية وكذا ضمان دورات تكوينية مكتفة لعمالها